الخبر هو ان احنا بقالنا فترة كبيرة قوي بنسمع عن شائعات بتطلع على السوشال ميديا من خلال انفلوانسرز او الناس مشاهير بيطلعوا يتكلموا عن المشاكل اللي بتواجههم وهم جايين يحجزوا تذاكر الطيران من خلال مصر الطيراني المشاكل دي من ضمنها انه مثلا انا عايزة اسافر بلد بر مصر الوابسايت كان رافض تماما انه هو ياخد مني فلوس بالمصري وكان شرط ان انا لازم ادفع بعملة مش مصرية وبالاخص طبعا عملة الدولار الناس كلها قامت وقفت على الخبر ده وازاي ده يحصل وصعب جدا بذات ان الواحد يكون عنده دولار في ايده اصلا شيء صعب فما بالك ان انت تدفع تذكار الطيران بالدولار وكانت سعرها تقريبا 250 دولار الناس كلها يعني دي بوزت او دير كونسيرنز على الانترنت والناس كلها هجمت شركة مصر الطيران بشكل كبير جدا وشركة مصر الطيران طرحت امبارح نزلت خبر بيان رسمي نزلتها في كل حتة نزلتها حتى على الانستجام اكاونت الخاص بتاعهم ونفو الخبر ده تماما وبيقولوا ان كل الرحلات من مصر لخارج مصر كلها بتتم من خلال عملة الجنيه المصري وما فيش اي كلام يعني كلام اللي هو الدولار وانه لازم العمرة اجنبية وكده الكلام ده مش صحيح تماما ونفوه اطلاقا يعني بس مستنين لسه نشوف ردود الافعال بتاعت الناس ايه والناس اللي طلعت قلة انها وجهتها صعوبات او مشاكل وهم بجايين يحجزوا التذكرة دي رد فعلهم ايه دلوقتي او ايه يعني ايه اللي حصل بقى بعد كده مستنين احنا نشوف الاخبار دي تطلع بعد كده كمان بس في حاجة تانية خبرين تانين مصر طيران نزلتها اول حاجة وهي بتقول اي كوت عدم اصدار اي تذكرة من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية الخبر يعني عمل كده شوية اسئلة ما بين الناس هل ده معناه ان انا لو انا مسافر مثلا بلد بره وعايز ان انا احجز تذكرتي زهاب وعودة هل انا مش هقدر احجز التذكرة العودة من مصر للتايران او من مصر للتايران ولا الموضوع ان انا مسلا احجز تذكرتي من مصر لحد جاي من بره مقدرش احجزها لو انا في مصر فالبيان كده كان في شوية تساؤلات كتيرة جدا الناس لسه مش قادرة ان هي تفهمه بالضبط بس احنا مستنين برضو مصر تايران ان هي تطلع وتوضح البيانة ده سنتاعة ده او تتكلم من خلال اي يعني جريدة صحفية او كده رأيك انت ايه في الموضوع اي مانور؟ احنا بس قلنا نوضح لأول الناس ان ده يعني كل الهاصل ده تلعت علشان كان في بلوجر مصرية تلعت ان هي كانت مسافرة بره وكانت عايزة ترجع بنهاية تحجز بمصر للتايران يعني عن طريق مصر للتايران كانت تحاول انها تحجز بس ما كانتش بيستقبل او ما كانتش بيوافق ان هو يسحب منه وبعد كده كلمت البنك وقالت لهم كارد مش عايز يسحب وكده وقال لها يعني ده دعيبا عشان يكون يسحب بالدولار فكل الهاصل دي حصلت وبعد كده مصر التايران طلعت وقالت في البيان بتاعها ان هي لا الكلام ده غير صحيح احنا مش بنسحب بالدولار ولا حاجه واضح انها كانت مش بنسحب بردو من البنك نفسه متهيق لي بردو وبعدين بالأخص انها قالت ان تذكرت التايران طلعت تقريبا 250 دولار فده يعني it's a huge number اه اه اكيد اه اه اكيد فحاسا الكلام ده يعني اكيد غير صحيح اه اكيد دي حقيقة اه بس عارفة بردو حسن الناس لما هي تلعت قالت الكلام ده الناس مستقربتش الناس صدقت على طول علشان they saw it coming هم حاسين انه ممكن حاجة ده بتحصل جدا البلد بتمر بأزمة اقتصادية مالية كبيرة جدا فمتخيلين اي حاجة ممكن تيجي من ناحية دي ممكن انها تحصل عادي اه عندنا خبر تاني كمان ان هي علاقة برضو بالدولار دولار الفتر دي عامل كده issue ما بين الناس عامل ضجة كده اشتركوا في القناة